اهلا بكم احباب فالله نارده نتكلم عن تفسير رؤية مهمة جدا ويتعتبر من اغرب الرؤى اللي انت قد تشوفها في منامك وهي رؤية العري في المنام العري او التعري في المنام اعرف ان في عدم استقرار في حياتك اعرف ان ربما ان في مشاكل بتواكهك ما بينك وبين زوجتك او ما بينك وبين اقربك ربما ان في مشاكل في عملك ربما في نقص في المال بتاعك بسبب خسارة في مشروع او مشاكل مادية تتعرض لها في حياتك ربما ايضا يدل على اسرار هتنكشف ليك بسبب اصدقاء مقربين منك او اشخاص مقربين منك لازم تحذر منهم علشان الاشخاص دول غير جيدين موضوع في غاية الاهمية عايزكم تركزوا معي افتاقية معدودة علشان تعرفوا كل ما يتعلق بالتعري او العري في المنام عايزك تعرف اخ الكريم واخت الكريمة اذا كنت متزوجة وشوفت نفسك عريانة في المنام اعرف ان في مشاكل ما بينك وبين جوزك حاول ان انت تصلاح المشاكل دي لربما المشاكل دي قد يؤدي للانفصاد لربما في شخص في حياتك بتكلمي على مواقع تواصل او صديق مقرب منك الشخص ده ربما يكون سبب في التفريق ما بينك وبين زوجك حاول ان انت تبعيد عنه لان الشخص ده غير جيد ولا يحب لك الخير انت وزوجك العزباء اللي تشوف ان هي عريانة في المنام امام اقاربها او عائلاتها تعرف ان فيه ربما ان فيه شخص مرتبطة به تحاول كي بتعانه الشخص ده غير جيد ربما ان هو يسبب لها المشاكل ربما ان الشخص ده بيعشمها في الجواز او يقول لها انها بحبك ولكن الشخص ده مفهوش غير لها تماما فاذا كانت مرتبطة بشخص العزباء وشافت ان هي عريانة في المنام امام اهلها او في الشارع تعرف ان الشخص المرتبطة به ده غير جيد تحاول اتبات عنه وللطرورة لا ربما ان الشخص ده هيكون سبب في تدمير حياتها الحامل اللي تشوف ان هي عريانة في المنام تعرف ان شاء الله من علامات قرب الفرج وقرب الحمل لها ان شاء الله والولادتها بذكر باذن الله المتزوج اللي يشوف نفسه ان هو عريان في المنام يعرف ان في مشاكل ما بينه وبين زوجته يحاول ان هو يحل الخلفات دي لربما ان الخلفات دي قد تؤدي الانفصال اما ازا كان عنده مشاكل في الشغل او مقبل على مشروع وشاف ان هو عريان وبيحاول يداري نفسه يعرف ان هو قد يتعرض لخسارة من المشروع او من العمل ده خسارة المال لربما كانت الخسارة دي تؤدي الافتقار وتغير حياته للافضل فلو كان داخل على مشروع او عمل يحاول يدرس كويس ويعمل له دراسة جدوى علشان خاطر ما يكونش المشروع ده سبب اه في خسارته للمال اما الشخص اللي يشوف نفسه عارف الشارع وامام الناس والناس بتنزر له ده يعرف على طول ان شاء الله يعني لا ربما ان الشخص ده عنده اصدقاء او اصحاب مقربين ليه ربما الاصدقاء دول هيكشفوا له سر اه قدام الناس لاشخاص دول غير جايدين وما يحبولوش ليه الخير هيحاولوا يفتقوه ما بين الناس يحاول يبعد عن الاشخاص دول اه لان هما اشخاص غير جايدين احباه في الله دي كانت اهم الرموز اللي بتدل على العري او التعرف في المنام مش افكركم لو اي حد سافره متعلق على العري او العراء او التعرف في المنام ياريت اكتبها لنا في كومنتي اسفل الفيديو علشان نقدر نفيد بها ناس تانية ما تنسوش تسركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان قناتكم توصل لايكبر قدر ممكن من الناس نضمتم في راعة اللوامنة وللقاء في فيديو اخر والسلام عليكم ورحمة الله